المنتبع ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي فجيني سيدروف أهلا بك سيد ياردوغان يقول اتفاق أدنى يمنحنا الحق في دخول سوريا الأراضي السورية وإقامة المنطقة الآمنة سيتم في أشهر قليلة أبعاد هذه التصريحات نعم أصلا خير لك وللمشاهدين الكرام بالنسبة لأبعاد هذه التصريحات أنا لست متأكدا من أن هذا الهدف سوف يتحقق خلال بداية أشهر كما يقول الرئيس التركي ويبدو أن هذا التصريح موجه إلى داخل البلاد بذلك هو يستعرض قدرته وعزمه على مكافحة من تسميه تركيا أو تعتبره برهابيين وهم الفصائل الكردية ولكن لا شك أن هذا الموضوع لا يمكن لأردوغان أو لتركيا أن تحلها بمفردها بدون التنسيق سواء مع روسيا أو الولايات المتحدة التي وبالرغم من أنها أعلنت انسحابها من سوريا لكنها يبدو أنها محتمة جدا بكيفية تعامل تركيا مع هذه المنطقة الآمنة إذن أنا أعتقد بأن إن شاهز المنطقة تتطلب تنسيقا وثيقا بين الأطراف السلاسة أي روسيا وتركيا والولايات المتحدة طيب الموقف الروسي ولكن عمليا مثل هذا التنسيق الموقف الروسي الموقف الروسي نعم تفضل الموقف الروسي بالأقوال طبعا يدعم هذه الفكرة أو مبادرة تركيا إن شاء المنطقة الآمنة ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وبالتالي لابد أن تقدم تركيا ربما ضمانات لسلامة الأكراد المقيمين في هذه المنطقة واضح أن هناك طبعا خلافات من جهة بداخل الفصائل الكردية والقوى الكردية المختلفة وهذا ما يمنع ربما تحقيق هذا الهدف الهدف الذي يصبو أو تصبو إليه سوريا إن شاء منطقة آمنة لا أعتقد بأن تركيا تستطيع أن تقدم هذه الدمانات مثلا لروسيا التي ليس من مصلحتها أن تودي إقامة منطقة آمنة أردغان لم يذكر أي شيء يدل على التنسيق أو على الحوار في إنشائه لهذه المنطقة الآمنة وكأنه انفرد بهذا القرار ولذلك أنا قلت أن هذا الكلام مواجه فقط إلى داخل تركيا لدعم وتعزيز مواقع أردغان كرئيس قادر على مواجهة الإرهاب أو من تسميه تركيا بالإرهابيين أما عمليا فلا يمكن لتركيا أن تحقق هذا الهدف بدون تنسيق والاتفاق مع روسيا وحتى مع الولايات المتحدة طيب بذكرك الولايات المتحدة فكرة إنشاء منطقة آمنة أيضا كان قد اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أردغان بإنشاء هذه المنطقة من سيشرف على إنشاء هذه المنطقة الآمنة وهل تتوقع أي رد فعل عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية ما سيكون ردة فعل الولايات المتحدة في هذا الأمر بعد هذه التصريحات أولا طبعا الذي سيشرف على هذه المنطقة لا شك أن هناك إشراف ربما مشترك أو مختوط ما بين الروسيا والتركيا وضروري أن تكون هناك وحدات النظام ربما لن تدخل مباشرة إلى هذه المنطقة ولكن بمحاذاة هذه المنطقة لابد أن تتواجد هناك عناصر للجيش السوري بالإضافة طبعا إلى المجالس أو الهيئات البحلية التي يجب أن تدير شؤون المنطقة في بسل هذه الظروف ولكن الهدف النهاي لروسيا وضع هذه المنطقة تحت سيطرة كاملة للنظام الأمر الذي يبدو أن تركيا الآن غير مستعدة لأسماح بذلك لأن هناك مازال خلافات كبيرة جدا بين تركيا والنظام السوري شكرا جزيلا لك الكاتب المحلل السياسي فجيني سيديروف كنت معنا من موسكو